من جانبي قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد أن قرار عودة سوريا إلى شغل مقعدها بالجامعة العربية بداية لحركة وليست نهاية مطاف وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أضاف أبو الغيد أن قرار يتضمن إنشاء لجنة متابعة من دول مصر والسعودية والأردن والعراق واللبنان والأمين العام مهمتها متابعة تسويت قضية السورية فيما يتعلق بالقرار الخاص بسوريا فبالإضافة إلى الدعوة إلى عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية هو أيضا قرار ينشئ لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام وهي لجنة أيضا مهمتها متابعة تسوية القضية السورية عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف بمعنى أنه مصار التسوية للأزمة السورية ستأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرك فيها ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر